أنا وأنت كمطور عقاري إزاي تنصحني أعمل إيه علشان أستفيد استفادة كبيرة جدا من هذه المبادرة ده بالنسبة للمواطن بالنسبة للمواطن طبعا هو بيروح كل البنوك الحكومية وبيبتدي يشوف النهاردة هو لو هو في شريحة محدود الدخل مصوري محدود الدخل أو متوسط الدخل طبعا بيرجع طبعا احنا الشروط بين النهاردة لو هو متوسط الدخل بيبقى مرتبه 10.000 جنيه هو أعزب هيبقى 14.000 جنيه لو هو متزوج وبالنسبة لو هو في محدود الدخل هيبقى 4.500 جنيه لو هو أعزب لو هو متزوج طبعا ده بيجيب ما يثبت هذا يعني النهاردة لو بيشتغل في الشركة بياخد منها موارد بشرية ما يثبت أنه هو شغال بالمرتب ده وبيبتدي يروح البنك يشوف الشروط اللي هو عايزة رقم واحد رقم اتنين ويمكن دي النقطة المهمة أنه خلى كل الناس اللي بنية دلوقتي بتمشي برسمي لازم تبقى مسجلة الموضوع كله مكسب للجميع يعني المطور كمان لازم يمشي بشكل منظم تمام بيروح يشوف الوحدات اللي هو شايف أنه هو عايز يشتريها بالنسبة له وبعد ما بيختار الوحداته وبتأكد من الورق بيقدم الورق للبنك وبالتالي البنك بيبتدي يصرف له القاردة على أساس الأوراق المطلوبة فبالتالي كده أنا قدرت أن أساعد المواطن وساعد المطور على فكرة البواطن ينفع الشري من أهالي ولا من مطور عقل لا من أهالي ينفع أهالي ينفع أهالي دي أقول لك المبادرة جميلة جدا ولو كل واحد ركز مارينة مارينة وكمان فيها الشوت كمان يعني ما ينفعش النهاردة أكون أنا استفدت من مبادرة تانية قبل كده وأروح تاني في المبادرة دي يعني كمان مديني مساحة أن النهاردة كل واحد اللي يستفيد بس هو اللي عايز يستفيد منها لكن حد استفدت قبل كده لا الحاجة التانية لازم يكون مثلا لو كان واخد قارد مبادرة قبل كده لازم يكون لا اسكول بتاعه كويس ما ينفعش يكون عليه كروض قبل كده وعندهم التعصر يعني هم برضو الدولة اللي برضو يبدفع أرقام الأرقام دي ما ينفعش أن احنا نخش بعد كده في حالة التعصر